الآن نتعرف مع ناسي على أبرز القضايا التي تدافع عنها نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب كمالة هاريس التي حققت فوزا تاريخيا وشوفنا يمكن كثير فيديوهات كانت تتكلم ووسائل الإعلام جميعا العالمية كانت تتكلم عنها خلال الفترة الماضية فعلا مهاف فوز تاريخي حققته كمالة هاريس يدفعنا اليوم مش بس للحديث عن خلفية ولكن أيضا القضايا التي دافعت عنها وتبنتها نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب إذن نبدأ من مسألة الرعاية الصحية تحديدا في هذا الملف وقعت كمالة هاريس على مشروع قانون الرعاية الصحية للجميع الذي قدمه السانتر بيرني ساندرز عام 2017 أصدرت هاريس أيضا نظرة أكثر تفصيلا على خطة الرعاية الصحية الخاصة بها التي سميت بـ Medicare for All أو الرعاية الصحية للجميع من هذا الموضوع ننتقل إلى موضوع الاقتصاد الأمريكي شجعت كاملة تدريب القوى العاملة من أجل أعداد الناس لمستقبل الأتمة وفي أكتوبر من العام الماضي تحديدا أطلقت هاريس مبادرة أجندة الأطفال التي تتضمن اقتراحها لإنشاء برنامج إجازة وطنية مدفوعة الأجر تشمل ما يصل إلى ستة أشهر من الإجازة العائلية المدفوعة الأجر لجميع العمال الأمريكيين بما في ذلك الموظفين بدوام جزئي والمقاولين والمستقلين من ملف الاقتصاد الأمريكي إلى ملف آخر الإصلاح والعدالة العرقية كانت هاريس صريحة خلال تصريحاته بالمؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي وقالت لا يوجد لقاح للعنصرية علينا أن نقوم بالعمل معا وذلك من أجل جورج فلويد بريانا تيلور وحياة العديد من الأسماء الأخرى أيضا من أجل أطفالنا ومن أجلنا جميعا أضافت علينا أن نقوم بالعمل لتحقيق هذا الوعد بتحقيق العدالة المتساوية بموجب القانون لأن لا أحد مننا حر حتى نتحرر جميعا هاريس شاركت أيضا بمسيرات داعمة لقانون مكافحة الأعدام ننتقل من هذا الموضوع إلى موضوع قضايا المرأة تحديدا يعول كثيرا على هاريس بهذا الموضوع كانت من مناصره الأساسيين ناشدت الأمة الأمريكية لإعطاء الأولوية لقضايا المرأة التي قالت أنها تشمل أمورا مثل الاقتصاد والأمن القومي الرعاية الصحية والتعليم وأصلاح العدالة الجنائية وتغير المناخ تطرقت أيضا كامالا إلى الرعاية الصحية الإنجابية وهذه قضية مهمة تتعرض لهجوم في أمريكا اليوم وصفته بالأمر الشأن إذن في ملف آخر أيضا مثير للجدل بالولايات المتحدة الأمريكية ملف فيروس كورونا المسجد كانت هاريس قد أصدرت بيانا ضد إخفاقات إدارة ترامب وشكلت هاريس فريق عمل ردا على مكافحة الفوارق العرقية والإثنية في إطار كوفيد-19 لمعالجة التحييزات طويلة الأمد في نظام الرعاية الصحية الأمريكية قدمت هاريس أيضا تشريعا جديدا لضمان تلقي مقدمي الخدمات الصحية والأفراد الآخرين المشاركين في اختبار كوفيد-19 العلاج وتوزيع اللقاحات والاستجابة لمكافحة التحييز والعنصرية ننتقل من ملف كوفيد-19 إلى ملف الهجرة هاريس تدعم برنامج Dreamers وبرنامج القرار المؤجل للواصلين أطفالا داكا لعام 2017 و17 قالت إنها ستعارض أي مشاريع قوانين للإنفاق الحكومي في نهاية العام ما لم يتخذ الكونغرس إجراءات لحماية الشباب المتضررين من داكا والعام الماضي أعلنت هاريس أيضا خطة هجرة كانت ستستخدم إجراءات تنفيذية لإزالة التهديد بترحيل ملايين الأشخاص غير المسجلين كما كانت هاريس أيضا قد بدأت برنامج تدريب وظيفي للمدانين السابقين الذي سمح للمهاجرين غير الشرعيين بالمشاركة وقالت هاريس إنه الهجرة غير الشرعية هي انتهاك مدني وليست جريمة وساعدت في ولايات كاليفورنيا أيضا في وضع تشريح تشريح عفوا يحمل مهاجرين الذين أبلغوا عن جرائم الترحيل أو شهدوا عليها من هذا الملف إلى ملف حيازة الأسلحة أيضا ملف مثير للجدل بالولايات المتحدة أيدت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب فرض حضر على الأسلحة الهجومية قامت أيضا بعملية تمشيط في جميع أنحاء كاليفورنيا خلال عملها كمدعية عامة لمصادرة الأسلحة النارية المملوكة بشكل غير قانوني أيضا موضوع مهم السياسة الخارجية انتقدت هارس استراتيجية ترامب في الماضي قائلة ما يقلقني هو أننا لا نستطيع إدارة سياستنا الخارجية من خلال التغريدات كانت هارس أيضا صريحة بشأن الاختلاف مع الطريقة التي قرر بها ترامب صحب القوات الأمريكية من سوريا من السياسة الخارجية إلى ملف التغير المناخي تدعم هارس مشروع قانون الصفقة الخضراء الجديدة وتدعم أيضا بناء ما يسمى بيئة الاقتصاد النظيف الذي يخلق فرص العمل وكشفت العام الماضي عن خطة تدعو إلى تخصيص عشرة تريليونات دولار من التمويل العام والخاص لبناء البنية التحتية والطاقة النظيفة واتخاذ تدبير مقاومة لتغير المناخ وضعت أيضا إلى قطاع كهرباء محايد للكربون بحلول عام 2030 وعادت أيضا بمحاسبة الملوثين عن الضرر الذي يلحقونه بالبيئة ودعت هارس أيضا في موضوع آخر وفيما يخص الدخل الفردي تحديدا إلى المساواة بالأجر بين الرجال والنساء بالإضافة إلى إجازة عائلية مدفوعة الأجر فدراليا وإجازة مرضية إذن جدوى الأعمال مزدحم كل هذا التفاصيل عمل كثير ينتظر نائبة الرئيس لسيما أنه الاختلاف كبير وواضح بين الأجندتين الجمهورية والديمقراطية يلي بتمثلها هارس وهذا ما سيجعل الإدارة الجديدة منهمك بالإلغاء العديد من القرارات وصنع قرارات جديدة